وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب تفضل يا أبا نادية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شهر مبارك علينا وعليك من فضلك عندي سبع أسئلة ما شاء الله تفضل السؤال الأول بالنسبة صلاة تراويح هل لازم أن الإمام يقرأ كل ليلة حزبين ليختم القرآن أو هو حر يقرأ ما يريد إن شاء الله السؤال الثاني يصلي إنسان جالسا على الكرسي أين يضع يديه لما يركع ولما يسجد إن شاء الله السؤال الثالث أنا أولدت أو يكفر كلهم كلهم يكفر أنا أولدت أو يكفر كلهم في فرسا وتعلمت اللغة العربية ولكن نطل الحرص الحرص ضد صعب نعم صعب كيف أتعلم في كراهة القرآن شاء الله وأريد منك نصيحة ما هي طريقة حتى إنسان يحب كراه القرآن ويكره دائما لأني أكره القرآن ناديرا نعم سؤال ربيع في بعض دول غروبي يضح حيوان أكرمك والله بعد مدوحة لكي لا يشهر حيوان ألم هل هذا أكل حلال كيف يا أبا ناديرا يعني يعطونا للحيوان مدوخ مدوخ يعني بعد يذبحوه مخدر يعني مخدر 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 نعم لكي لا يشهر حيوان ألم نعم سؤال خامس يكون دعاء في الركوع ومن رفعه وبين سجدتين ودعاء بعد تسابيع وما هي عدد تسابيع يقال أبل دعاء عدد التسابيع قبل دعاء يكون دعاء بين سجدتين وبين بعد ركوع من رفعه يكون دعاء طيب سألت عن تسابيع ما معنى تسابيع سبحان رب العظيم يعني قصدك في الركوع تقول سبحان رب العظيم ثم تدعو نعم وتسأل وتسأل عن عدد التسابيعات نعم إن شاء الله إن شاء الله فضل يا أبا نادي أيوة سؤال سادس تقصية أمي مذ سبعة سنين وكسمنا تاركا وهذه سنة وجدنا ذهب أمي وكسمناه وهذا ذهب بلع نسبه هل يزكع إن شاء الله سؤال سبع نعم يعيش إنسان في فرنسا وهو الآن في جزائر إني وكلم وكلم أن يدفع عني ذاكة فضح وذاكة مال لأني لا أجد هنا فقراء إذا رجع هذا إنسان أعطيه المن هل هذا فرح صحيح إن شاء الله الوضع الشيخ واضح يا أبا نادي شكرا جزيلا أهلا وسهلا طيب تفضلي سيف سيف من عمان السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله كيف حال الشيخ طيب بخير ونعمة عندنا سألواح سمحت شيخ تفضل تفضل عندي طالع مكترات بي يعني 300 ريال عن 33 درهم وعند بنت عاضلة يعني عن الشوال وعند بلزكاحل هاي و35 سنة عمرها بنتك عمرها كم 35 ما تشتغل ولا متزوجة ها ما تشتغل ولا متزوج تعيش معاك في البيت هاي ونرات ب300 ريال وتعيش معاك في البيت هاي هاي فيه نعم في البيت نعم إن شاء الله يا سيف شكرا شيخ مرحبا يا سيف أياكم طيب أبو نادي من فرنسا بارك الله فيها يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراوي هل يلزم الإمام أن يقرأ حزبين ليليا حتى يختم القرآن أبو نادي بارك الله فيك أولا بالنسبة لصلاة التراوي حكمها سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى ثلاثة ليال بالناس ثم ترك في الليلة الرابعة وأخبر الناس بأنه ما ترك صلاة الجماعة لصلاة التراويح إلا خشة أن تفرض عليهم ثم أحيى هذه السنة أولى الناس بإحيائها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري رضي الله عن الجميع وبالنسبة للإمام ينظر في الأصلح والأنفع لمن خلفه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة ولا يلزم الإمام أن يقرأ حزبين أو حزب أو جزو أو كذا ما يلزمه ذلك وإنما يصلي بالناس بالقدر الذي يطيقه من وراءه ويعني يطربون منه ولو قرأ وجها واحدا جاز ولو قرأ صفحة بوجهين يجوز هذا ولو قرأ نصف وجه جاز فليس هناك قدر معلوم بالنسبة لقراءة الإمام في صلاة التراويح إلا أن الفقهة استحبوا للإمام في التراويح أن يسمع الناس القرآن كاملا يعني يختم بهم القرآن لكن هذا ليس على كل حال فهناك مساجد وللله الحم تختم الحرمين يختمون مثلا بعض المساجد في كثير من دول العالم يختمون وبعض المساجد لا ما يختمون إما لكون الإمام لا يستطيع أن يختم وإما لكون المؤمومين يطربوا من الإمام أن يخفف بهم فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن أبو نادي يسأل يقول إذا كان الشخص يصلي جالسا عن الكرسي كيف وضعية اليدين بالنسبة للركوع والسجود أبو نادي بارك الله فيك إذا صلى الإنسان على الكرسي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام بهذه الطريقة يقول الله أكبر ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى على هذه المنطقة منطقة ما بين الصدر والبطن وإذا أراد الركوع قال الله أكبر ووضع يده على فخذيه يقول هكذا الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العالم سمع الله لمن حميده سمع الله وإذا أراد السجود أيضا وقال الله أكبر ووضع يديه على فخذيه وضع يديه على فخذيه ورأيت أنا بعض المصلين هدان الله وإياهم يأتون بأشياء يعني من اجتهادهم ومن رأيهم ولا يرجعون في هذا إلى العلماء فرأيت بعض المصلين وهو صلي على الكرسي إذا جاء يركع قال هكذا وضع يده في الهواء وما أدري ما الداعي لمثل هذا وإذا قال سمع الله وإذا سجد أيضا مد يديه بشكل أطول وهذا غلط هذا غلط هذا ليس عليه دليل فالإنسان إذا صلى جالسا على الكرسي أو على الأرض يضع يديه حال الركوع والسجود على على فخذيه بارك الله فيك أبو نادي يقول أنا ولد في فرنسا وتعلمت اللغة العربية بصعوبة جدا فيعني يقول أنا أريد أحب قراءة القرآن لكنني لا أقرأه إلا نادرا يريد نصيحة في هذا أبو نادي بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يحقق أمنيتك وما ترجوه من قراءة القرآن وأشكرك على هذا الجهد الطيب وعلى هذه الرغبة في الخير وأسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن يبارك في عمرك وفي عملك أقول الفاضل بارك الله فيك أنت ذكرت بأنك مولود في فرنسا وكانت اللغة الصعبة عليك اللهم بارك الآن تتصل بنا ونفهم كلامك وأسئلتك بكل وضوح ولله الحمد والمن فأنت على الطريق الصحيح الآن ولله الحمد أنت الآن على الطريق الصحيح الأمر الثاني هناك ولله الحمد عندكم في فرنسا عرب كثر ولله الحمد من الدكاترة والأطباء ومن المعلمين ومن يعني الذين ذهبوا إلى العمل هناك أو ممن هاجر هناك تستطيع من خلالهم أن يعني تطلب من شخص منهم أن يعلمك اللغة العربية أو قواعد اللغة العربية والآن ولله الحمد موجودة برامج عن طريق الإنترنت تعلم اللغة العربية بكل سهولة ويسر ولله الحمد ومن دون كلفة فتستطيع أن تدخل على الإنترنت في معاهد اللغة العربية وتستطيع أن تدخل دورة من هذه الدورات وتحصل على قدر كبير ولله الحمد من فهم قواعد اللغة العربية أما قراءة القرآن فأنا أنصحك يا أبا نادية أن تقرأ القرآن يوميا بحيث أن تجعل لك وردا يوميا من القرآن تقرأ من كتاب الله عز وجل تقرأ جزء نصف جزء مثلا حزب حزبين وهكذا المهم أن يكون لك ارتباط بالقرآن وكونك تعاني صعوبة وتعالج القراءة هذا لك أجر كبير وعند الله سبحانه وتعالى ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فأنت يا أبا نادية لك أجرين ولله الحمد والمن أجر القراءة وأجر المشقة وهذا كله خير لك بإذن الله وحرصك على تعلم اللغة وعلى قراءة القرآن هذا جهاد للنفس والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا ولذلك أنت على خير بارك الله فيك فاستمر في هذا الأمر وحرص على أن تقرأ القرآن يوميا وأن تقرأ القرآن على أحد المشايخ سواء حضوريا أو عبر الأثير أو عبر يعني هذه البرامج وهذه التقانات الموجودة الآن بين أيدي الناس ولله الحمد والمن وأسأل الله تعالى أن يعينك ولا تنسى أن تسأل الله الإعانة وتسأل الله التوفيق وتسأل الله السداد فالإنسان لا يستغنع ربه طرفة عين ولذلك إلجأ إلى الله وأسأل الله أن يعينك وإن شاء الله سيأتي الوقت الذي تتقن فيه قراءة القرآن وأيضا تتقن اللغة العربية بإذن الله أبو نادية يقول عندنا في فرنسا يذبحون الحيوانات ولكن قبل ذلك يعطونها المخدر المدوخ حتى لا تشعر بالألم يعني ما حكم هذه الذبائة أخي الفاضل بارك الله فيك أولا بالنسبة لذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى حلال علينا وذلك لقول الله تعالى في كتابه العزيز وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولذلك يحل لنا طعام اليهود والنصارى الأمر الثاني بالنسبة للمخدر إذا أعطيت الشات مدوخة أو مخدر حتى لا تشعر بالألم أو حتى تسكن مثلا فإن هذا لا يحرم الذبيح لا يحرم الذبيح ولكن هل ينجس اللحم أم لا هذا راجع إلى ما ذكره العلماء من مسألة نجاسة الخمر أو طهارتها فعندنا قولان لأهل العلم جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الخمر نجسة يذهبون إلى أن الخمر نجسة العين ومن أهل العلم ذهب إلى أن الخمر ليست نجسة العين وإنما هي محرمة وليس كل محرم نجس وكل نجس حرام ولذلك أخي الفاضل الورع ترك هذه الذبيحة ما دام أنها تعطى المخدر كما ذكرت بكمية كبيرة ويعني مثل ما ذكرت المدوخة أو المخدر إذا فهمت سؤالك كما أطرحه الآن فلذلك الإنسان يحتاط ويبتعد والحمد لله لديكم هناك لحوم تذبح أو ذبائح تذبح على الطريقة الإسلامية كثيرة ولله الحمد ممكن تلجؤون إليها أبو نادي يقول بالنسبة للدعاء في الركوع والسجود نقوله بعد التسبيحات فكم نسبح يا أبا نادي بارك الله فيك بالنسبة ل قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود من حيث الحكم الشرعي واجبتان مرة واحدة مرة واحدة فواجب على المصلي في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وفي الركوع سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في الراجح من قول أهل العلم ومن أهل العلم وهم الجمهور يذهبون إلى أنها سنة لكن الراجح بأنها واجبة فالركوع واجبة في السجود وأدنى الكمال أن تأتي بثلاثة تسبيحات تقول سبحان ربي العظيم هذه واجبة ثم تقول سبحان ربي العظيم سنة سبحان ربي العظيم سنة ثم تدعو وإذا أحببت الإطالة في الركوع والسجود فأتي بعشر تسبيحات لأنها أعلى الكمال كما هو المنصوص عند أهل العلم أعلى الكمال تأتي بعشر تسبيحات ثم تدعو الله هذا في الركوع وفي السجود بارك الله فيك أبو نادي يقول توفيت أمي منذ سبع سنوات وقسمنا الترك ثم وجدنا بعد ذلك ذهبا يبلغ النصاب هل نزكيه يا أبا نادي بارك الله فيك بالنسبة لهذا الذهب انتقل من الوالدة التي هي المورثة إليكم الذين أنتم الورثة ولذلك إذا مضى على هذا الذهب أكثر من حول فيجب عليكم أن تزكوه ولذلك الزكاة مسؤولية كل شخص فأنتم يا أبا نادي تقسمون هذا الذهب لأن القسم ستكون للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين وبعد ذلك كل شخص يزكي هذا الذهب الموجود هذا الذهب الموجود الذي ورثتموه لأنه مال لأنه مال وتحسبون السنوات التي وجدتم من وفاة الوالدة تخرجونها لأن لأنكم ملكتم هذا الذهب إلا إذا كان هذا الذهب مفقود أو مدفون أو هذا الذهب أو هذا الذهب ما علمتم فيه إلا الآن وهو قليل مثلا فتزكونه عن سنة واحد لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك وهذا مفقود فأنتم الآن انتبهتم ووجدتموه مثلا أو كان أمانة ورجع إليكم مثلا أو كان مخبأ في مكان من الصعب العثور عليه فعثرتم عليه تزكونه عن سنة واحدة فقط أما إذا كنتم تعلمون لا ذمتكم مشغولة بهذه السنوات من حيث الزكاة بارك الله فيك نعم فضل أبو محمد محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا شيخ خير ونعمة أساك طيب طابت حالك قصري عني فضل أبو محمد يا شيخ بيسالك عن الزكاة طال أمرك عندي أبل في السعودية تقريبا من ثلاثين إلى خمس وثلاثين عليه المفروضة أكبر من المفروضة مثل الحق تصري على التلفور إن شاء الله وبعدين الزكاة تقري في السعودية أو الإمارات للأبل في السعودية وأنا في الإمارات وكم شخص يكون في الزكاة يعني ممكن أعطيها عشرة أو أشخاص معدودة إن شاء الله حياك الله يا شيخ مرحبا مرحبا آمنة السلام عليكم عليكم السلامة جزاكم الله خير على هذا البرنامج الله يحفظك وتقبل الله مننا منكم صالح العمال آمين جزاك الله سيدي الشيخ سمحت عندي سؤال بس شوي متفرع متفرع الدولة ما قصرت وعطتنا يعني اللي وزعت التوزيعات اللي كانت طائرة قبل فترة اللي هو للرز وغيرة وغيرة أي طيب هذا يعني يعتبر يعني صار ملك لي صح كيف يعتبر يعني صار من حقي أنا يعني ملك لي يعني أنتما توزيع لي فهل يجوز أني أطلع زكاة الفطر منه إن شاء الله ويعني اليونية الوحدة مثلا تبعت الرز وليه عشرين كيلو فيها إن شاء الله فهل يجزأ وكام يعني شكري يعني نطلع إن شاء الله وهل يجوز أني أعطي الزكاة هذه العائلة وحدة لأنها عائلة كبيرة ومحتاجة إن شاء الله وفي بعد إذا يعني فيه مجال أعطي مثلا يعني شوار رز واحد أعطي حد ناس فقارة وهالناس يعني ما عندهم فلوس إن يوزعون زكاة فطرة فممكن إنهم يأخذوا من هالرز ويوزعون كيف يعني الفقراء هذول كيف يعني ما عندهم ما عندهم ما عندهم أمكانيات أن يشترون زكاة الفطرة وأنهم يوزعون وكذا أيوة هم حابين يعني أني زكون يعني فطرة إيه إن شاء الله يجوز يعني أني أنا أعبيهم وبعدين هم يوزعون من هذه إن شاء الله سؤال ثاني لو سمحت فيه أكثر من صيغة للتشهد اللي هي التحيات لله يعني صيغة ثبت عليها الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله شكرا بارك الله بكم أهلا وسهلا مرحبا فضليم هدى عليكم عليكم السلام إذا سمحت أنا عندي سؤال واحد بس شوية يعني ما عن طويل إن شاء الله يكون بنتي بالمستشفى ومسوين له يعني تعبانة الكلة وحطين له هوز من أمس صلوات بقوا لك الصباح وخمس صلوات والليل يوم صلاطين ما قدر صلي لكن اليوم بعده ماذا بدأت توضى واليوم أنا يبيت كنكس يعني وشوي مساحت على الوي والإيدين قدمه وخليت شوي الصلوات اللي طافت صليها هلها فعلية صحيح؟ يعني مسحتي أعضاء الوضع فقط يعني ما قدرت تتيمم؟ لا ما سال الماء على العضو يعني؟ يعني كنكس بيها ماء ومساحت على الوي والإيدين والقدم والحين وخليتها يعني مسح الرأس كيف ساء الرأس؟ وهذه سبحان الله رفيتها يلا خير والحين بعد هي مثل ما تقول شوي من قسمة تعبانة اللي أنا معطين لها بالكلة هول والحين بعد الصلاحين راقدة صلاة العصر رحمه وطبية ما تشوف شار الله يسلم الله يسلم الله يسلم مرحب مرحب أبو نادي يبارك الله فيه يقول في شخص يقول يعيش عندنا في فرنسا وراح للجزائر يقول هل ممكن أوكله بإخراج زكاة مالي وزكاة فطري وإذا رجع أعطيه المبلغ أبو نادي يبارك الله فيك الجواب نعم بالنسبة لزكاة المال زكاة المال إذا رأيت بأن هناك فقراء ومحتاجين ولا تعرف أحد في فرنسا نعم توكله قل له ادفع عني زكاة المال مقدارك كذا وكذا وإذا رجعت سأعطيك يجوز هذا أما زكاة الفطر فالأصل يا أخي الفاضل زكاة الفطر يسميها العلماء زكاة البدن فأينما وجد البدن يخرج زكاة الفطر فالأفضل أنك تخرجها في فرنسا وأكيد عندكم فقراء ومساكين أكيد ما يخلو البلد من بعض المسلمين الفقر والمساكين تقول ما أعرف شوف الإمام المسجد شوف رئيس المركز الإسلامي عندكم تقول والله صعب وكذا ممكن صاحبك هذا الذي في الجزائر الآن قل له أخرج لي زكاة الفطر وأخرج لي أيضا زكاة المال وتسدده فيما بعد تقضيه يعني فيما بعد إذا رجع إلى فرنسا سيف من عماني قرات بثلاثمائة ريال عماني يعني ثلاث ألاف درهم إماراتي يقول بنتي عمرها خمس وثلاثين سنة وما تشتغل يقول وغير متزوجة هل أعطيها من زكاة سيف بارك الله فيك بالنسبة لابنتك هذه نفقتها عليك واجبة ولذلك لا يجوز أن تعطيها من زكاة من زكاة مالك في قول جماهير أهل العلم فنفقت البنت هذه واجبة عليك وإذا أعطيت من زكاة مالك حميت مالك حميت مالك بهذه الزكاة ولذلك أخي الفاضل ما تعطيها بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك يبقى السؤال هل الثلاثمائة ريال عماني فيها زكاة إذا قلنا إذا حسبناها طبعا تقول راتبي هل عندك مبلغ مالي يعني يجتمع من هذا الراتب إذا قلت لي نعم ما تعطي ابنتك من الزكاة بارك الله فيك وإنما تنفق عليها النفق الواجب أما إذا قلت لي والله أنا ما يبقى عندي في آخر السنة إلا ثلاثمائة ريال عماني نقول هل فيها زكاة أم لا إذا حسبناه بالذهب ليس فيه زكاة إذا حسبناه بالفضة نراجع السوق الآن ونشوف كم سعر قرام الفضة هل يصل إلى ثلاثمائة ريال عماني مثلا حتى نقول والله بلغ النصاب أنا ما أدري بارك الله فيك أبو محمد من أبو ظبي يقول بالنسبة لعنده إبن يقول في السعودية يقول من ثلاثين إلى خمس وثلاثين يقول يعني كيف زكاةها بالنسبة ل يقول هل أخرج حقها أو مفرودة أو يقول وين أخرجها في السعودية وكم أعطي شخص محمد بارك الله فيك بالنسبة للإبل التي عندك هذه فيها بنت لبون وهي ما تم لها سنة وطعنت في السنة الثانية دخلت في السنة الثانية دخلت في السنة الثانية بنت لبون يعني بكرة تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية بالنسبة للأشخاص لو تعطيها فقير واحد يجزئك ومدام أنها في السعودية عطها فقراء هناك في السعودية ولو خرجت هنا ما عليك شيء ولله الحمد والمن آمنة من رأس الخيمة تقول يعني الدولة وزعت علينا مونا فيها رز عشرين كيلو تقريبا تقول يعني ممكن أطلع زكاة فطري منها أختي آمنة بارك الله فيك الجواب نعم بالنسبة لكل شخص ملك مالا وقبضه سواء جاءه عن طريق زكاة عن طريق صدقة عن طريق تبرع عن طريق إعانة من الدولة مثلا وقبضه ملكه وإذا ملكتيه تصرفت فيه جميع التصرفات من التصرفات الشرعية وهي أنك تخرجين منه زكاة الفطر ولله الحمد والمن آمنة تقول يعني بالنسبة لزكاة الفطر ممكن أعطيها عائلة واحدة الجواب نعم ممكن للشخص أن يعطي زكاة فطره لعائلة واحدة وممكن للشخص أن يقسم زكاة فطره على أكثر من عائلة والمصلحة هنا راجع إلى كمية زكاة الفطر فشخص عنده خمسين كيلو زكاة الفطر الأفضل أن يعطيها لأكثر من عائلة وشخص عنده ثلاثة كيلو فقط الأفضل يعطيها عائلة واحد ولكن لو قسم حتى ثلاثة كيلو لو قسمها على أكثر من عائلة يجوز ولله الحمد والمن آمنة من رأس الخيمة تقول يعني هل ممكن أني أعطي شوال الرزل الرزل اللي عندي مثلاً عشرين كيلو لفقراء هم حابين أيضاً يطلعون زكاة الفطر أختي آمنة بالنسبة للفقير ما تجب عليه زكاة الفطر الفقير ما تجب عليه زكاة الفطر وإنما يستحق أن يعطى زكاة الفطر فإذا أغناه الله عز وجل ليلة العيد يعني التجمع عند زكاة الفطر حتى أصبح يعني في غنى هذه الليلة وجبت عليه مدام أنه لم يصلي العيد بعد وهو قد أغناه الله نعم يخرج من زكاة الفطر التي عنده بعدما قبضها وملكها بعدما ملكها وقبضها يخرج الفقير من زكاة الفطر لماذا؟ لأنه أصبح غني في هذه الليلة أو في هذه الليالي ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر طعم لي قال طهر لي الصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين وطعم للمساكين فإذا المسكين أو الفقير اغتنى أصبح ما شاء الله بعض الفقراء يصبح عنده مئة كيلو مئتين كيلو هذا يزكي يخرج زكاة الفطر مدام أنه تجمع عنده هذا تجمعت عنده هذه الزكاة وما صلى العيد بعد فضلي حمزة السلام عليكم السلام عليكم عندي سؤال واحد لكن شوي دقيقة فضل شخص في شركة لكن لا أذكر اسمها شفت قبل فترة أن الشركة سميت على اسم من الآلهة الوثنية التي من قبل 3000 أو 2000 سنة ويليست معبودة اليوم وأيضا العلامة التي تكون على الملابس مثل خط هو رمز راجع إلى هذا الإله على أساس أن هذا الإله سريع أو شيء كذا طيب فبعض بعض يقول أن ما تقدر تلبس الملابس هذه منها الشركة أنت تشتغل عندهم يعني؟ لا لا بس نشتري ملابس منهم طيب ان شاء الله يا حمز بس ممكن البعض يقول شاء الله أبشر يا حمزة وضح السؤال أبشر مرحب أبو شادي تقضي لأبو شادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبطغل عمرك يا شيخ ودي أسأل عن زكاة المال أقل النصاب سمعته كم تجب فيه بريال السعودي إن شاء الله أبشر يا بو شادي صالح علي فضلي صالح السلام عليكم السلام وبركاته عندما أتكبر القرآن أجد في القرآن أشياء تشكل عباب الأشياء فمنها مثلا الفرق ما بين الشيطان وإبليس لأنه عندما أقرأ القرآن أجد أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس فلعنه الله من الجنة ثم الله سبحانه وتعالى يقول وصص الشيطان لآدم عليه السلام فأخرجه من الجنة كيف نربطه سيد ثاني بارك الله فيك وحسن الله إليك كيف نجمع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما امتنى عن صلاة الترويح وفي حديث آخر يقول من صلى مع الإمام حتى يفرق كتبت له قيم يوم ليلة فكيف يحث على الصلاة الترويح وامتنى عن الصلاة إن شاء الله الشيء الأخير بارك الله فيك عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر فيه هل يجوز أن يجمع ما بين الآيتين بمعنى أنه يحاول أن يقارن ويستخرج باب التفكر والتدبر أم أن هذه يقول الباب أنها وسوسة من الشيطة بارك الله أبشر صالح بارك الله فيك أبو ولا أم فضل أبو محمد السلام عليكم الشيخ السلام عليكم الله وبركاته الشيخ بنسمى للمرضع طاطح على جنينها في رمضان تطعم كل يوم وتقضي بعدين تطعم كل يوم مسكين المرضع المفتري اللي أفترض أنا فاطر عنده جنين يعني نتوى والده إن شاء الله والسالسان الشيخ فيه ستوى سجار بين زوجتي وبين الوالدة في مجمع الصحرين فأنا لم أتقلت مع زوجتي عشان المجمع والمشكلة ما تطور وبعد ثماني شهو تقريبا يستعر له بعدين وبعد ثماني شهو تقريبا الوالدة طفاه الله حسنا حسنا نحاول الزم كأني أنا مادة بعد عن والدتي المشكلة بعد ثمان أشهر يعني نعم وهم اصطلحوا فيما بينهم ها اصطلحوا بسوى اللي كان مغرب خاطرة طبعا ومسوى المريضة بعد فترة وتوفر أهد الله لكي اصطلحوا عندها طبعا أنا كالت بالنسبة لك لأني كأني ما تبعت الحبق هذا عني شاء الله يا بوحمد نعطيك هذا الشيء مرحبا طيب آمن من رأس الخيمة تسأل تقول هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صيغة لأتشهد الجواب نعم وردت مجموعة من الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في التشهد ولكن العمل على ما هو موجود التحيات لله والصلاوات والطيبات سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه الصيغة العمل عليه هناك هناك صيغة كثيرة التحيات لله الزاكيات المباركات الطيبات هناك أيضا الصلاة على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد لكن التزام صيعة واحدة طيب بارك الله فيك أم هدى من أبوظبي تقول ابنتها يعني الآن منومة في المستشفى حاطي اللهوز لأنه عندها مشاكل فيه الكلا تقول ما صلت أمس واليوم جبت منادي لكلينكس مسحت بعض أعضاءها وليس كل أعضاءها تقول خليتها تصلي يعني هل فعلي صحيح أم هدى شف الله ابنتك وعافاها وكتب الله عز وجل أجرها وأبشرها بخير فالمؤمن مبتلى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتله ويقول يبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه وإن عظم الجزاء ما عظم البلاء وأشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل وهذه الأمراض تكفر الخطايا والذنوب عن الإنسان ولذلك أهل العافية يتمنون ما عليه أهل البلاء يوم القيامة لما يرونهم بأن يمشون وليس عليهم خطيئة فأسأل الله تعالى أن يمنى عليها بالشفاء وأن يعافي كل مريض ويعافي كل مبتلى الأمر الثاني أخت الفاضلة طبعا بالنسبة للفعل اللي قمت فيه بدافع العاطفة والرغبة في أن ابنتك يعني يتحرص على الصلاة تشكرين على هذا مأجورة ومشكورة لكن الفعل خطأ لماذا؟ لأمرهم الأمر الأول أن الوضو لا بد فيه من إسالة الماء على العضو ما يكفي المسح يا أمهدى ما يكفي المسح أي إنسان يمسح العضو بالماء مسح فقط ما توضى ولا اغتسل فلا بد من إسالة الماء هذا الأمر الأول حتى تعلمين مستقبلا ويتعلم ما ينشاهدني أيضا تعلمون أنه لا بد يعرفون هذا الشيء أنه الوضو ما يصلح المسح فيه لا بد من إسالة الماء إلا الرأس يمسح مع الأذنين الأمر الآخر أن قصرتي يعني هي توضأت فيه ثلاثة أعضاء فقط الوجه مسحة الوجه واليدين والرجلين ونسيت الرأس والرأس فرض من فرض الوضو فلذلك الله يحفظك يعني ممكن الآن تقولين لابنتك تتيمم والحمد لله الله عز وجل من فضله علينا ومن رحمته بنا أن يسرنا البدل ولذلك الإنسان إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء ينتقل إلى التيمم وواضح ابنتك مدام حطي الله وزوفي وحالة تعبانة جيبي لها هنا فيه رمل حاشاكم رمل وتضرب يدها بالطريقة هذه وتنفخ إديها وتمسح وجهها وديها بالطريقة هذه توضعت خلاص هذه سمت تيمم ارتفع الحدث وتصلي على الحال التي هي عليها على السرير فخليها تعيد التيمم تجيب التيمم مدام غير قادرة على الوضوء بالماء تتيمم وتصلي الصلاة وتبدأ من أول صلاة تركتها أمس ما هي أول صلاة أنتم أدرى وتبدأ تصلي هو على سريرها صلاة تامة غير مقصورة تصلي صلاة تامة غير مقصورة وأسأل الله تعالى أن يكتب لها الشفة والعافية حمزة بن أبوظبي يقول في شركة يعني كنا نشتري منها ملابس وكذا اكتشفنا بأن تحمل علامة على إله قبل ثلاث آلاف سنة وشيء من هذا القبيل يقول ما حكم الشراء منها حمزة بارك الله فيك يعني إذا كانت هذه الشركة تحمل اسم معين لآله قديمة مثلا وليس فيها الآن ما يعني يكون فيه دعوة إلى الشرك بالله أو الكفر بالله عز وجل ما في بأس أن الشراء منها إذا كان الإنسان يحتاج أن يشتري منها أما إذا كانت لا تحمل شعار وهذا الشعار يدل على إله من الآله التي كانت تعبن من دون الله وموجود الآن العمل فيه وهذه الملابس تحمل شعار يتنافى مع عقيدتنا نحن أهل الإسلام مما حرمه القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم فما في داعي إن الإنسان يقحم نفسه ليشتري شيء وخالف عقيدته وإيمانه ودينه الحمد لله الماركات كثيرة والأسواق كثيرة والشركات عديدة بارك الله فيك أبو شادي من السعودية بارك الله فيها يسأل عن زكاة المال يقول بالنسبة لأقل النصاف في الريال السعودي أبو شادي بارك الله فيك وتقبل الله منك بالنسبة لنصاب الزكاة طبعا العلماء يقول بعضهم بأن يحسب بالذهب وبعضهم يقول يحسب بالفضة وبعضهم يقول ينظر لي ما هو الأحض للفقير فمن ذهب إلى حساب الزكاة بنصاب الذهب يقولون ينظر المزكي في آخر الحول كم عنده من مال ثم يذهب فيضرب سعر قرام الذهب عنده حوالان الحول يشوف كم سعر قرام الذهب كم سعر قرام الذهب مثلا أفترض أفترض مثلا سعر قرام الذهب مئة ريال مثلا مئة ريال أضرب بخمسة وثمانين كم المجموع ثمان آلاف وخمسمائة ثمان آلاف وخمسمائة يعني لو ضربت لو قلنا مثلا قرام الذهب مئتين ريال لأن الذهب بدأ يرتفع مثلا كم يصير النصاب 17 ألف بهذه الطريقة بمعنى إذا حسبناه مثلا بهذا الطريقة اللي عنده 8500 أكثر واجبت عليه الزكاة طيب إذا كان سعر القرام 200 ريال مثلا ما عليه زكاة حتى يبلغ المال 17 ألف طيب إذا حسبناه بالفضة الفضة نصابها 595 ونشوف نشوف سعر قرام الفضة كم فنشوف سعر قرام الفضة ونضربه ب 595 فأفترض مثلا لو قلنا قرام الفضة سعره ريال مثلا ريال في 595 595 ريال فالذي يملك 595 ريال عليه زكاة عليه زكاة طيب ريالين يصير ألف وتقريبا وشي وهكذا ثلاث ريالات بهذه الطريق طيب أزكي بالذهب ولا بالفضة هنا الخلاف اللي بين العلماء أغلب العلماء المعاصرين يا أخي أبو شادي يقولون بنصاب الفضة لماذا قالوا هذا أحظ للفقير أحظ للفقير عليه كل من يملك يعني مثلا ألفين ريال ثلاث ألاف ريال يزكي طيب كيف أزكي كيف أخرج الزكاة أي مبلغ عندك يا أبو شادي وهذه قاعدة أنا دائما أذكرها ونبه عليه أخواني وأخواتي لي شادوني أي مبلغ مالي حتى أختصر لك المسألة عندك حابة تطلع زكاة اقسم على أربعين تطلع الزكاة عندك مليون والله يرزكي إن شاء الله مليار مليون اقسم على أربعين 25 ألف زين مئة ألف اقسم على أربعين ألفين وخمسمية عشرة ألاف اقسم على أربعين ميتين وخمسين ألف ريال اقسم على أربعين وخمس وعشرين بهذه الطريق طبعا أحيانا تزيد يعني ما كل إنسان شخص عنده خمسين ألف ينظر ستين ألف بهذه الطريق بارك الله فيك ورضي عنك صالح من السعودية سأل مجموعة أسئلة حول التدبر تدبر القرآن وأيضا تدبر السنة يقول بالنسبة للإنسان لما يقطع ويتدبر القرآن مثلا تمر به أشياء يتوقف عنده يقول مثلا ما الفرق بين إبليس والشيطان يعني إبليس الذي أضل آدم قال جل وعلا فأزل لهم الشيطان يقول كيف أجمع بين هذا وهذا كذلك يعني ذكر أكثر مسألة لكن خليني أجاوب على الأخ في سؤال الثالث خليني أجيب السؤال الثالث يا صالح تقول عندما يكون الإنسان يتدبر القرآن هل يجوز أن يجمع بين الآيتين ويقارن وحاول يستخرج أم هذا وسوسة أولا بارك الله فيك يا أخي صالح ورضي عنك وتشكر على هذا الاهتمام بالقرآن وتدبر القرآن يا إخواني يا أخواتي أمر واجب ولذلك الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يقول جل وعلا أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ولذلك تدبر القرآن واجب الخطوة الثانية يا أخي صالح بارك الله فيك تدبر القرآن لا يبنى على الذوق والحس والرأي والاجتهاد الشخصي وإنما لا بد من أدوات وهذه الأدوات سهل الحصول عليها ولذلك يقول محمد بن سيرين من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ من فسر القرآن برأيه فأصاب أصاب ها فأخطأ لماذا؟ لأن هذا سيقوده إلى أن يفسر القرآن ويستمر تفسير القرآن برأيه ويستمر ربط الآيات برأيه هنا يحصل الخطأ والخطر ولذلك أدوات كثيرة منها أولا تعلم اللغة العربي وليس بالضرورة أن يكون الإنسان سيبويه أو يكون مثلا من الفطاحلة في اللغة لا يتعلم قواعد اللغة العربية لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين والقرآن يتفجر بيانه معاني فلا يمكن أبدا أن يكون لدى الإنسان فعلا قدرة على التدبر إن لم يكن لديه حصيلة جيدة في اللغة العربية الأمر الثاني تفسير القرآن وهو أن تعتني بتفسير القرآن وأن يكون تتدرج في قراءة تفسير القرآن تقرأ في المختصر ثم في المتوسط ثم في التفاسير التي توسعت طبعا تعرف التفاسير أنواع من أهل العلم من فسر القرآن وإهتم بجانب اللغة منهم من اهتم بجانب البلاغة منهم من اهتم بجانب الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية منهم من اهتم بجانب تفسير القرآن بالقرآن منهم من اهتم بالأثر مثلا تفسير القرآن بالأثر بين الأحاديث والأثان فالمقصود يكون عندك حصيلة أيضا جيدة من تفسير القرآن المسألة الأخرى ما يتعلق بالإكثار من قراءة القرآن فكثرة القراءة سبحان الله العظيم يعني تورث الإنسان شيء من هذا التدبر فكلما أمعن الإنسان النظر في القرآن وكلما تعاهد القرآن سبحان الله أورثه ذلك أيضا التدبر مع هذه الأدوات في مسألة أخرى وهي الإخلاص لله والدعاء وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى وإذا وقفت عند آية وحيرتك هذه الآية فاحذر أن تقف موقفا متشكل وإنما أرجع التهمة إلى نفسك لأن كلنا نجهل بعض الصحابة جهلوا بعض الآيات وسألوا بن عباس وسألوا أبي وسألوا زيد بن ثابت وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانت يعني عرب أقحاخ عرب أقحاح لم تختلط في لهجتهم ولا لغتهم أي لكنة ولم تكن لغتهم إلا سليمة كما نزل القرآن بها ومع ذلك يعني يرجعون إلى بعضهم في فهم بعض الآيات عمر و أبو بكر كذلك وغير ذلك كثير أمر الآخر أخي الفاضل هناك العلماء خدموا القرآن خدمة عظيمة يعني مثل ما ذكرت لك أنا بعض التفاسير هناك مصنفات أخرى في علوم القرآن مهم جدا أنك تقرأ في علوم القرآن وستجد شيء عجيب سبحان الله العظيم هناك مصنفات في مقاصد السور مقاصد السور ما معناها يعطيك موضوع كل سورة يعطيك موضوع كل آية يعطيك الربط بين الآيات يعطيك الربط بين آخر آية في سورة مع أول آية في السورة الثانية و هذا جهد عظيم ما يوجد عند أمة من الأمم إلا في هذه الأمة على صاحبي أفضل الصلاة و أتم التسليم فهذا يعطيك حقيقة يعني مع الوقت رصيد جيد تستطيع من خلاله أنك تتدبر القرآن مهم جدا أيضا أن يعلم الإنسان و هو يقرأ القرآن أن القرآن رسائل من الله إليه لما يقرأ يا أيها الذين آمنوا يحاول أن يعيش شعور هذا الخطاب أن الله تعالى يخاطبه يخاطب الأخ صالح لأنه هو أحد أفراد الذين آمنوا يا أيها الناس أحد أفراد الناس بهذه الطريقة كذلك ختم الآيات لاحظ سبحان الله العظيم أغلب الآيات تختم بإسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسن وهذا الختم بهذين الإسمين ليس هكذا يعني لا حكمة من ورائه أو هكذا مجرد لا له له هدف وله غاية ولذلك سبحان الله ربط بين أول الآية وآخر الآية مهم مثل ما يذكر الأخصال يقولون بأن رجل مر على قارئ يقرأ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم قال هذا مو قرآن فأخذوا وقبضوا عليه ودوه للقاضي قال كيف تنكر القرآن قال أنا ما أنكرت القرآن أنكرت قراءة هذا الإنسان هو أعرابي هو أعرابي ما يحفظ القرآن فقال القاضي قال القاضي اقرأ فقرأ فوجدوا قد أخطأ والله عزيز حكيم فقال القاضي للعرابي كيف عرفت قال لأن الله عز وجل لما حكم وقطع وأمر بالقطع فإنه عزيز حكيم ما يناسب ذكر غفور رحيم في سياق القطع الأيدي لاحظ كيف هذا أحد الأمثلة على مهمة الربط لذلك العز وجل مثلا لما ذكر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ماذا قال إنه هو الغفور الرحيم الغفور الرحيم ما قال العزيز الحكيم لأن هذه المناسبة لهذين الإسمين يعني مثلا في قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة مئة حبة و آخر الآية جاء ذكر اسم الواسع سبحانه وتعالى والله واسع عليم ولذلك ناسب هنا هذا هذا الخير من الله عز وجل في مضاعفة الحسنات الصدقة الحبة الواحدة بسبع بسبع حبات ولذلك هذا الربط مهم جدا ولاحظ هذا في أغلب آيات القرآن تجد هذا الربط موجود بارك الله فيك عموما هذه ليست وسوسة يا أخ الفاضل لكن أهم شيء أن الإنسان ما ينفرد بيعني تدبر القرآن لأن عندنا مدرستان الآن في مسائل التدبر مسألة أغرقت وأوغلت في التدبر حتى إنها خرجت عن الحد الشرعي فأصبح يوظفون بعض الآيات ويلون أعناق بعض الآيات لأشياء غير صحيحة وهناك جمود من بعض الناس يقول لك يكفي أن تقرأ القرآن المدرسة الوسط هي اللي ذكرت لك أنا فيما يتعلق بتدبر القرآن عن طريق خطوات شرعية قواعد مرعية عن طريق استخدام هذه الأدوات الشرعية التي يعني جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام وذكرها أيضا أهل العلم من خلال استقراء النصوص بارك الله فيك تفضل يا أمو محمد السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله مرحبا أختي يا شيخ أنا نفتها ما تلصى فيكم سألك عن تذكر عن مواضع الدعاء في السجود أي في الصلاة عفوا فأنا سؤالي سألت أول وأنت ما جاوبني عليه هل هو مقيد أو مطلق ووين يكون مقيد ووين يكون مطلق ومن ضمن السؤال عن الصلاة أنا أختي دائما تسألني أقولها بعد التشهد الأخير فينا ندعي تقولي نرفع أيدنا ولقيت أنا حطين أيدي مكانها ثابتة وتدعين وتسلمين يدول أسألي لي إن شاء الله إزاي وفي شيخ بالنسبة لصلاة الفجر في الركعة الثانية بعد ما نقوم من الرقوع هو في صلاة الفجر وبعد في الوتر يجوز نرفع أيدنا وندعي مثل الإمام لما يدعي ويأم في المصليين سواء في الحرم أو في المساجد أو لازم بس نستد ما يدوز بعد المنصام القنوة يعني حتى لو صارت الفجر بعد صارت الفجر في مكاعد ثاني يعني تسألهم في بيتكم قصدك هاي 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 في بيتكم يا الله يا محمد والسؤال الأخير يا شيخ بالنسبة بالفترة أنا اللي عارف أنه النية محلها القلب لكن لازم زوجي يقول لي مثلا أنت عليك فترة يعني يتلفظ فأنا هاي أول مرة أسمع فحبيت أتأكد منك إن شاء الله إذاك الله خير شكرا مرحب مرحب طيب الأخصال بارك الله فيه سؤال الثاني يقول يعني كيف أجمع بين قول النبي صلى الله عفوا أرجع أرجع إلى السؤال الأول فيما يتعلق بإبليس والشيطان هو ضرب مثال للأخصال أخي الفاضل بالنسبة لي إبليس هو أبو الجن أبو الشياطين وبالنسبة لآدم هو أبو الإنس أبو الإنس ولذلك الإبليس هو الشيطان إبليس هو الشيطان لكنه حمل هذا الإسم طيب هل هذا الإسم إسم علم عليه ولا صفة من الإبلاس الإبلاس يعني اليأس أبلس أيس فالعلماء يقولون هل هذا إسم لإبليس علم مثل آدم عليه الصلاة عليه السلام علم عليه أم أن هذا صفة من أهل العلم من قال هذا صفة لإبليس لأنه أبلس بمعنى أيس من رحمة الله بعدما كفر بالله عز وجل حينما كفر كفر إباء واستكبار وإلا هو الشيطان هو الشيطان إن الشيطان لكم عدو فجنس الشيطان يشمل أبوهم بقية الشياطين يشمل أبوهم بقيته مثل ما قال يا بني آدم الله عزي يقول يا بني آدم فكذلك الإبليس هو أبو الجن وأبو الشياطين ولذلك يطرق عليه الشيطان صالح يقول يعني كيف أجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن صلاة التراويح أخي صالح بارك الله فيك أولا بالنسبة لامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة التراويح بينه صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته أثبته واضب عليه حتى لو كان سنة فخشي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بهذه الأمة أن تفرض عليهم صلاة التراويح ويشق على الناس ولذلك صلى ثلاثة ليال ثم الليلة الرابعة أغلق باب داره وصلى في بيته صلى الله عليه وسلم وأما حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيم ليلة هذا يدل على سنية صلاة التراويح وأنها باقي وأنها باقي وهذا قد يؤخذ منه علامة من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة ستعود صلاة التراويح جماعة ستعود مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو القرآن لا يجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صحي مكتوب على الجلود وعلى الألواح وعلى كذا وفي الصدور قال لا تسافروا بالقرآن فهذا علامة على أن القرآن سيجمع كذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث أيضا دلالة على أن صلاة التراويح ستعود وأحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في الحرص على صلاة التراويح مع الإمام بارك الله فيك أبو محمد من الفجيرة يقول بالنسبة للمرضع إذا أفطرت هل تطعم يوميا يا أبا محمد بارك الله فيك بالنسبة للحامل والمرضع إن خافت على نفسيهما أو على ولديهما جاز لهما الفطر ويقضيان ولا يطعمان يقضيان ولا يطعمان ولذلك أخي الفاضل ما على المرضع إطعام ولا على الحامل إطعام إن أفطرت خوفا على نفسيهما أو على ولديهما وإنما عليهم القضاء يقضيان بعد ذلك بارك الله فيك أبو محمد يقول حصل شجار بيني عفوا بين زوجتي وبين والدتي بحضور مجموعة من النساء يقول أنا تقديرا للموقف ما تدخلت في الدفاع عن والدتي وبعد ذلك الحمد لله اصطلحت الزوجة مع الوالدة والوالدة توفيت بعد ثمانية أشهر يقول أشعر أن الآن بحزن شديد أني ما دافعت عن الوالدة في تلك اللحظة أبو محمد بارك الله فيك رحم الله الوالدة غفر الله لها غفر الله لها جعلها الله عز وجل في جنات النعيم أخوي الفاضل بالنسبة لمثل هذه المواقف وإن كان أحيانا الإنسان يتذكرها لكن ينبغي للإنسان أن يتجاوزه لماذا؟ لأن الشيطان يحضر وربما والعياذ بالله يبدأ يجعل مثل هذه الحادثة ورم في صدر الإنسان وينفخ فيه وربما يحصل ما لا تحمد عقباه ولذلك استعد بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأكثر للوالدة من الدعاء والاستغفار والصدقة والحمد لله مدام أن الوالدة اصطلحت مع زوجتك وزوجتك اصطلحت مع الوالدة وعادت المياه إلى ما جاريها ما في داعي إلى أنك تستدعي مثل هذه المواقف والشيطان قد يحضر يا أخي الفاضل ومثل ما ذكرت مدام الصلح حصل اترك هذا الأمر واهتم الآن بالذي ينفع الوالدة ما الذي ينفع الوالدة الدعاء الاستغفار الصدقة صلة الرحمة التي لا توصل إلا بها إكرام صديقات الوالدة والإكثار من ذكرها بالخير هذا الذي ينفع الوالدة بارك الله فيك ورحم الله الوالدة و أنت اجتهت قدرت موقف معين و هذا اجتهد إنسان قد يجتهد فيصيب و يجتهد فيخطئ قدرت بأن تدخلك في هذه اللحظة ممكن يطور المسألة أكثر و حصل اللي حصل عموما امضي في حياتك و في طريقك و لا تقف عند هذه الأشياء أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول بالنسبة لمواضع الدعاء في الصلاة هل هي مقيدة أو مطلقة أم محمد بارك الله فيك يعني أنا أجبت أكثر من مرة حول هذه المسألة هناك أدعية مقيدة هناك أدعية مطلقة الدعاء الأول دعاء الاستفتاح الله أكبر هذا الدعاء مقيد بعد تكبيرة الإحرام الدعاء الثاني مقيد في الركوع بعدما تركعين تأتي ببعض الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقيد بالركوع الدعاء الثالثة لما ترفعين من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا و لك الحمد الدعاء الوارد هذا مقيد الدعاء الرابع الدعاء بين السجدتين أو في السجود عفوا هناك أدعية مقيدة و مطلقة مقيدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام و مطلقة تدعين الله عز وجل من ما يعني يتيسر لك من خيري الدنيا و الآخر الدعاء بين السجدتين مقيد رب اغفر لي رب اغفر لي الدعاء في السجد الثاني فيه مطلق و مقيد الدعاء الذي قبل السلام هذا محل خلاف ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أحاديث نص بعض الأئمة على التزامه و بعض العلماء قالوا لا مطلقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال و ليتخير من الدعاء ما شاء من العلماء من قال يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد و الجمهور يقولوا لا يتخير من الدعاء ما شاء هذا هو بارك الله فيك و لذلك فيها أدعية مقيدة و أدعية مطلقة أم محمد تقول يعني في التشهد لما ندعو هل نرفع أيدينا طبعا ذكرت عن أختها الجواب لا يا أخت الفاضلة بالنسبة للمصلي ما يرفع يديه إلا في المواطنة التي رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام يديه ولذلك لما يدعو الإنسان في التشهد الأخير قبل السلام يجعل يديه على فخذيه ويرفع ويبقي رافعا سبابته يبقي رافعا سبابته أم محمد تسأل تقول بالنسبة للقنوط في صلاة الوتر نحن نصلي في البيت هل نقنط مثل ما يقنط الإمام في الوتر الجواب لا لأن الراجح من قول أهل العلم أن قنوط النوازل هذا ليس على الدوام والاستمرار وهي مسألة خلافية وإنما هذا له ارتباط بولي الأمر إذا دعا أمة المساجد إلى القنوط لنازل من النوازل يقنطون أما أنت في البيت فما تقنطين بارك الله فيك أما محمد تقول أنا أعرف بأن النية في القلب تقول زوجي قال لي بأن زكاة الفطر لازم تعرفين بأن عليك الفطرة أما محمد بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الفطر المسؤول عنها من تجب عليه نفقة أسرته نفقة الزوجة والأولاد فنيته تكفي ولا يلزم أن تستحضر المرأة النية ولا يلزم أن يستحضر الأولاد النية لكن لو استحضروها طيب ولله الحمد والمن ولذلك قول زوجك هذا من باب الحرص لكن قولي لبي أنه لا يلزم فالمخاطب هو والأجر للجميع بارك الله في الجميع أيضا انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون